اشرفنا الآن الزميل العزيز محمد الباز محل الأرقام للحديث عن أرقام الأهلي وطلع الجيش قبل المبارات اليوم منورنا يا محمد مساء الخير يا كابتن أيمان نور حضرتك طبعا مساء الخير على جميع الجمهور النادي الأهلي الأرقام النهاردة بنتكلم برضو مرة تانية أمام طلع الجيش بنتكلم على كل المعدلات من ناحية الدفاعية وناحية الهجومية في مشاكل كبيرة جدا خاصة كمان لو نتكلم على ناحية النتائج ودائما من بعد رجوع المسابقة بعد التوقف الدولي يعني تقريبا 14-16-17 كابتن فريق الجيش لعب خمس مباريات بما فيه مبارات النادي الأهلي عنده تدهور على مستوى النتائج واضح جدا في الأرقام ومأثر بشكل كبير جدا على الهيكل الفريق بشكل عام نتكلم على فريق في الآخر خمس مباريات لأ عنده ثلاث خسائر وعنده اتنين تعادل على مستوى كسب النقاط كسب نقطتين من 15 نقطة ده هو تقريبا كمان في المباريات دي دخل فيه ما يقرب من نصف اللي دخل فيه طول الموسم وعندنا الأرقام بتاعت اخر خمس مباريات هنتكلم نشوف الشكل الهجومي شكل الدفاعي عنده علشان نبدأ نقرب من الشكل الفني لفريق طلاعي الجيش وطبعا هنركز على المباراة الأخيرة أمام النادي الأهلي آه هو خسر 4-0 كانت نتيجة كبيرة جدا ولكن عندنا بعض النقاط الفنية اللي قد يبدو أن الجيش كان ممكن يصل ووصل بالفعل لمرمى النادي الأهلي آخر خمس مباريات عكبت نايمن أهو ثلاث خسير واثنين تعادل كسب نقطتين من 15 نقطة نتكلم على التزديدات حتى تعاني نشوف الشكل الهجومي عنده 44 تزديدة في الخمس مباريات يعني بواقع من 8 لتسع تزديدات فقط هو وصل بهم في المباراة الوحدة منهم 16 على الثلاث خشبات يعني 16 برضو في الخمس مباريات يعني تقريبا ثلاثة يعني النسبة ضعيفة جدا بوصوله وتزديداته على المرمى في آخر خمس مباريات حتى الدقة مش عالية تعاني نبقى نشوف استقبل كم تزديدة على المرمى 72 تزديدة في الخمس مباريات يعني بواقع 15 تزديدة على المرمى في المباراة الوحدة نتكلم على 31 منهم على ثلاث خشبات بدقة تصل لـ 43% لمس الكرة كابتن نايمن 67 مرة داخل منطقة الجزاء داخل البوكس عند الخصم 67 مرة في الخمس مباريات يعني المباراة الوحدة يعني تقريبا منتكلم في 10 لمسات جوه منطقة الجزاء في الخمس مباريات أو 12 أو 10 أو 11 أو 13 يعني في النسب ضعيفة جدا ومتفاوت فبالتالي هو أحرص أربع هدفك بل لكن استقبل 13 هدف في الخمس مباريات منهم ثلاث مباريات بسكور يعني هو خسر 4-1 من زد 4-0 من نادي الأهلي و 3-1 من المأولي فدي أسكور كبير جدا في الثلاث مباريات فقط وصلنا لـ 13 هدف استقبله أو صنع فرص من تمريرات مفتاحية كثيرة لأن الفريق في أوقات يقدر يوصل زي ما قلنا بالتزديدات اللي هي يعني مش عالية يعني منهم 8 فرص محققة في الخمس مباريات الأهداف الإكسي جي اللي عنده والأهداف المتوقع قد يصل لسبع أهداف هو أحرص أربع فبالتالي حتى عنده مشاكل في عملية الفينيشينج وترجمة الفرص لأهداف حتى ضبط الجزاء كان أمام نادي الأهلي وضيعها فبالتالي هو علت آه الأهداف المتوقع عنده ولكنه عنده مشكلة حتى في يعني ترجمة الفرص لأهداف ده الشكل العام لآخر خمس مباريات بترسم لنا حتى وبتدينا كده بعض المؤشرات والمعطيات عن الشكل نتعابع نشوف المباراة الأخيرة سريعا أمام النادي الأهلي تعني الاستحواس كله 70% لنادي الأهلي 10 ركنيات للنادي الأهلي 23 تزديدة من النادي الأهلي عرشوا منهم على 3 خشبات يبدو أن طلع الجيش حتى ما وصلش يعني 3 ركنيات 8 تزديدات منهم 2 بس عديدوا المرمى وكان ما نكونوش بشكل خطير الفرص واحدة فقط محققة النادي الأهلي طبعا من 5 فرص محققة أحرص 4 أهداف ووصل ب 16 فرصة اكس جي كان النادي الأهلي المفترض يخلص الماتش ب 7 أهداف كابتن أيمن الماتش انتهى ب 4 ولكن كان الأهلي عنده فرص كبيرة جدا زي ما احنا شايفين نكمل برضو سريعا عشان نشوف حتى من ناحية الدفاعية في المباراة يعني كان برضو شكلها عامل ازاي من ناحية التمريرات دايما عندهم مسباص كتير ما عندهمش شكل فيه تدرج بكرة أو حتى بيطلع بكرة عنده مشكلة كبيرة جدا نادي الأهلي طبعا معدل 500 تمديرة ووصل ما يقرب لـ 90% من الدقة حتى من تمامات الطولية التمريرات حتى داخل منطقة الجزاء النسبة طعيفة جدا عند طلاع الجيش الأهلي كان الأفضل في كل الأكشنز ناحية الدفاعية واللجومية حتى على مستوى وسط الملعب وحتى مستوى الاستحواز نادي الأهلي كان أكتر استحوازه في نص ملعب الخصم حتى في التلت الأخير كان الاستحواز عالي جدا وصل لـ 12-15% من عدد اللمسات داخل منطقة الجزاء ده رقم بيقولنا أن طلاع الجيش كان مستسلم بشكل كبير جدا لأن النادي الأهلي فرض سيطرت طبعا من ناحية الاستحواز والتزديدات وحتى صناعة الفرص والأهداف ده الشكل العام تعالوا سريعا نالك الدوق كده على بعض النقاط الفنية بالأرقام عند طلاع الجيش في مشوار الدوري الحال لأنه هو بترجم هل طلاع الجيش تطور بعد التوقف الدولي في آخر خمس مباريات زي ما شفنا كان عنده تدهر على مستوى النتائج ومستوى صناعة الفرص وحتى المعدل التهديفي فأثناء الدوري في الثمانية وعشرين مباراة يعني عنده خسائر بشكل كبير تسعة خسائر وعنده 11 تعادل ولكن أحرص تلاتة وعشرين هدف في الثمانية وعشرين مباراة كابتن أيمد ده نسبة معادل التهديفي ضعيف جدا مش محصل يعني مش واصل لهدف بالمباراة كان ممكن يصل آل تسعة واربعين هدف مش تلاتة وعشرين وده اللي احنا قلنا لحضرتك عليه انه هو بيصنع بيعمل تمرات مفتاحية كثيرة ولكن عنده مشكلة في ترجمة الفرص لأهداف حتى أهدافه من داخل منطقة الجزاء تسعة واشر هدف فقط من مية تمانية وسبعين تسديدة النادي الأهلي احنا عارفين طبعا اتنين وخمسين هدف اقول خمسين طبعا نشيل الانتين بالزبط كان مفروض يصل لستة وستين هدف النادي الأهلي طبعا تسديداته هدفه من خارج منطقة الجزاء برضو سبعة فيها تطور الناحية الدفاعية صناعة الفرص عند النادي الأهلي خمسة وثلاثين أسست ناحية تانية عند طلاع جيش 17 الركنيات هما بيعملوا أربعة بالمباراة الأهلي بيوصل لسبعة اهو بيعملوا تمرات مفتاحية ستة نادي الأهلي عشرة استحواز نادي الأهلي طبعا متفوق فيه من أفضل الفرق من ناحية الاستحواز بيعدل 61% دلوقتي طلاع الجيش 46% أو 47% حتى تسديدات بالمباراة زي ما عرضنا حتى بالشكل عام على مستوى الدوري ما فيش هو هو نفس الرتمة كابتن نايمن هو هو نفس الأرقاب حتى أخر خمس مباراة شبه الدوري كله في 28 مباراة فما فيش اختلافات كبيرة جدا على ناحية التسديدات حتى على المرمى أو العرضيات نكمل سريع عشان ناخد بعض النقاط الناحية الدفاعية استقبل قد إيه استقبل أهدف طبعا 30 هدف في 28 مباراة يعني معدل هدف هدف و2 من 10 في المباراة الوحدة كان ممكن يستقبل 60 هدف في 28 مباراة من وقع طبعا تسديدات غزيرة جدا أنا عايز أقول لحضرتك مباراة تسموحها بس هي اللي كان اكسي جي بتاعه عالي كان ممكن يصل لخمس أهداف تخيل ولكن هو أنها المباراة 2-2 تعالي هي دي المباراة الوحيدة اللي كان متفوق فيها حتى دفاعي الشباك نظيفة عملوا عندهم 13 شباك نظيفة فيه من 28 مباراة نادي الأهلي 6 وده الرقم اللي احنا بنعلم عليه دايما يعني النور الأحمر هنا التمرات الصحيحة بالمباراة هم من أقل الفرق اللي بتمسي الكورة في البلد اوب في التدرج حتى لمسات أمام الخصم في تلت الأخير نادي الأهلي طبعا حدس ولا حرج من ناحية التمرات ومن أفضل فرق اللي بتعمل حتى اللونج بول 40 الناحية التانية برضو بيوصلوا 56 زي ما قلنا على طول الكورات بتتريمي عند الخصم بس سريعا كسب السنايات الأهلي طبعا التفوق ولكن هما عندهم حتة ميزة إن هما بيكسبوا السنايات على فكرة يعني عندهم برضو رقم مقارب من نادي الأهلي في كسب السنايات ولكن فقد الكورة بشكل كبير جدا وده البور ريكافري بيمثل قوة عند نادي الأهلي مشابه عند طلاع الجيش على فكرة الفريق عنده بعض الخامات بعض اللعيبة يسر وحيد وعندهم طبعا أحمد متعب الباك الشمال على فكرة جاب خمس أهداف والراجل المساهم فيه عنده مساهمات كبيرة جدا تانيها أجين الأرقام دي بتقول لنا من ناحية الفنية على أرض الملعب عندهم مشكلة كبيرة جدا عدم ربط ما بين الخطوط وده اللي حتى قلناه قبل المباراة السابقة وكانت بتدي الأريحية أي فريق بلعب قدامهم ما بفلوش زوايا التمرير فريق بيطلع بسهولة في مساحات يعني لو نستعرض بعض الصور نشوف الشكل الهيكل بتاعهم كابتن أيمن في الملعب عامل إزاي طبعا أمام النادي الأهلي كان بلعبوا خمس أربعة واحد شوفناها كتير جدا لو هنعرض برضو الصورة سريعا وشوفنا حتى الأهداف تضربهم في العمر يعني دفع حالة هاس كورة بلعبوا اللوب لوكا كابتن أيمن حتى نشوف وراء بس خمسة أربعة واحد وفي وقت أربعة أربعة أتنين أنا أعتقد بيقلبوا الشكل الدفاع في عدم في اللعبة طبعا على الكورة بالشكل اللي احنا شايفينه نكمل بسرعة عشان نقول إن الأه في عندهم شكل هاي كالي في لعيبة ولكن في مساحات ما بين الخطوط مساحات الكورة بتتلاعب بسهولة جدا النادي الأهلي كان قادروا يطلع بسهولة طب هل ده بس أمام النادي الأهلي لا في المباراة اللي قبل كده شوفناها ما مسموحة والمقاولين النادي الأهلي بلعب بباص الكورة بسهولة جدا ناحية تانية ناحية شمال في مساحات كبيرة جدا في خلف خط الدفاع ناحية شمال طبعا الكورة دي خد فيها قرار كان عمر سلية وسدد يا كابتنايمن وطبعا طلعت بر بس هو الرسمة نفسها والهجمة دي كانت في بداية المباراة في دقيقة خمسة والمشهد ده قرر كتير يعني سريعا نكمل الصور نجري بالصور بسرعة نفس الشكل هول لوبلوك نتكلم على وقفتهم في الملعب نتكلم أربعة أربعة أتنين مساحات بقى كابتنايمن ناحية اللي مين عندي اتنين فاضين الكورة طلعت بالسهولة ناحية الشمال دي واحد ودي ثلاثة فاضين ما فيش يعني على مستوى التمركز والرقابة الكور سهلة جدا طيب آخر حاجة بها سريعا هجمة لطلاع الجيش أمام الأهلي اتكررت مرتين راحوا بالكورة من ورا قطعوا بالكورة من نادي الأهلي بوسها كابتنات تدر لعبوها بسهولة باصة اتنين تلاتة تقريبا ما حاجتش خد باله أربعة واتلعبت في عمك لعيبة النادي الأهلي دفاع نادي الأهلي والراجل ده راح على المرمى وسدد ولكن طلت جنب المرمى ناخد بالنا ان الجيش بلعب بستنى النادي الأهلي يجي له او اي الفريق ده طريقة لعبه ايه التعقرة التحول عنده بعض الأوقات تحول سريع من الناحية الدفاعية لناحية الهجومية بلعبوها بشكل كويس بسطين تلاتة بيضربوا الفريق وحتى ضربوا النادي الأهلي يمس الخطورة يمس الخطورة عشان كده المشهد ده اتقرر مرتين امام النادي الأهلي نهيك عن ضربة الجزاء انهما وصلوا ولكن الهجمتين بالشكل ده راح راح في مواجهة المرمى وكان ممكن يحرز هدف في النادي الأهلي فبالتالي ناخد بالنا ان الفريق ممكن يشكل خطورة في بعض الأوقات لانه عنده التحول من نحية الدفاعية زي ما شفنا للنحية الهجومية قد تبدو سريع ومنظمة في بعض الأوقات ولكن ما بيعرفش لو هننا بنعمل build up بالأرقام لأ عنده مشكلة كبيرة جدا فيها ما فيش يعني الخطوط زي ما احنا شفنا فيه مساحات وعدم ربط ما بينهم تقدر تبص الكرة بسهولة والنادي الأهلي التهديف المبكر هي نقطة السر ونقطة الفوز للنادي الأهلي لان احنا بالأرقام اللي احنا شفناها الخمسين هدف للنادي الأهلي فيهم سبعتاشر هدف في آخر ربع ساعة كابتنين للنادي الأهلي وفيه عشرين هدف نتكلم على آخر ربع ساعة في الشوط الأول في الشوط الأول سبعتاشر هدف في الشوط التاني آخر نص ساعة فيهم عشرين هدف وفيه يعني عشرة وعشرة الربعين الأخرانين فده بيقولك أن الأهلي أرقامه الكبيرة دي عنده التهديف مش مبكر إلا في آخر كم مباراة فنرجع تاني هو ده السر نتمنى أن النادي الأهلي طبعا ياخد مباراة من أولها